سهيل الشاعر في واشنطن سهيل الجيش الأمريكي يقول بأن الضربات الجوية استخدم فيها أكثر من 125 قذيفة دقيقة التوجيه وذلك كما ذكرت نقلا عن الجيش الأمريكي نعم هذا البيان الصادر عن القيادة المركزية الوسطى المسؤولة عن التواجد الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط أصدر بيانا قبل نحو سبع دقائق أكد فيه شن الغارات على 85 هدفا في كل من سوريا والعراق هذه الأهداف تابعة لفيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني وجماعات الميليشيات التابعة له هذا البيان أيشار أيضا إلى أن العديد من الطائرات انضمت لهذه المهمة التي تم إقلاع الطائرات من الولايات المتحدة على المدى الطويل وبالفعل وصلت إلى مناطق في سوريا والعراق لشن غاراتها وتم استخدام 125 ذخيرة دقيقة التوجيه وشملت الضربات الأمريكية منشآت لها علاقة بمراكز القيادة والسيطرة ومراكز الاستخبارات والصواريخ والقذائف ومخازن المركبات الجوية بدون طيار والمرافق اللوجستية وسلسلة التوريد للدخائر ولمجموعات الميليشيات ورعاتها من الحرس الثوري الإيراني الذين سهلوا الهجمات ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف حسب مقالة البيان الذي صدر عن القيادة الأمريكية الوسطى هذه هي أول تأكيد مباشر من قبل مصدر أمريكي رسمي حول هذه العمليات التي جرت في كل من سوريا ومناطق داخل الأراضي العراقية كذلك كان هناك خلاف في وسائل الإعلام حول عدد المناطق التي تتبع استهدافها هناك وسائل الإعلام تتحدث عن ستة ملاقع أخرى سبعة أخرى ثمانية وأخرى تتحدث عن اثنى عشر موقعا ولكن الآن جاء هذا البيان ليضع النقاط على الحروف ويؤكد أن كان هناك استهداف لخمسة وثمانين هدفا في كل من سوريا والعراق موسيقى 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 موسيقى